موسيقى السلام عليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام من الرافدين في سلسلة متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين والسمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشيوي للحراك الثوري إذ تشهد ساحات الاعتصام حراكا مكثفا وتحشيدات لخروج تظاهرات نسوية موحدة غدا الخميس في بغداد والمحافظات دعما لدور المرأة الوطني والبارز في الثورة بينما تتكشف مزيد من الحقائق بشأن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها القوات الحكومية ومليشيتها على المتظاهرين في العراق لملاقشة هذا الموضوع ومحاور أخرى أيضا مشاهدين نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي أيهاكم الله أيهاكم الله وأيضا سيكون معنا عبر الهاتف من بغداد سيد رعد تميمي الباحث السياسي نبدأ بعد هذا الفصل نرحب بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة في سلسلة متابعتنا بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على رغم من كل أشكال القمع الحكومي والمليشيوي دكتور رافع كيف ترى هذه التظاهرات ودعنا نبدأ من تغريدات مقتدى الصدر الأخيرة والتي أعلن فيها حل ما تسمى القبعات الزرق ودعا ما سمها القوات الأمنية إلى فرض الأمن في العراق بسم الله الرحمن الرحيم ربما من المفارقات الكبيرة سعى النصير عندما تحدث عن تغريدات مقتدى الصدر لأي بشر أي إنسان تسأل عنه يقول لك أيهم يعني ما للصبح ما للظهر ما للليل لأنه من كثر التغريدات وكثر الواحدة تختلف عن الأخرى واحدة تناقض الأخرى وفي نفس التغريدة التناقض بين البداية والمنتصف والأخير تناقضات غريبة عجيبة وعندما تقرأ هذه التغريدات وتشاهد هذه طبيعتها وسياساتها والتغيرات اللي بيها 180 درجة الانقلابات سريعة تفكر مع نفسك يعني إذا كانت هذا واحد من رموز السياسة التي يدورون السياسة في العراق وهذه رؤيتها وهذه الانقلابات وهذا يعني هذه سياساتها وهذا تفكيرها وهذا منطقة فكيف بالآخرين يعني هذا واحد من الذين يتحكمون بالساحة بقوة واحد من أقواهم هو يقول يعني نحن من نستطيع أن نقلب الوزارة نشي الوزارة نجيب وزارة هم يتحدثون بهذا الشكل يعني حاكم الزامي اللي واحد من أهم رموزه وليقود هذه الميليشيات الآن قال أنه الوزارة القادمة إذا لم تهى ثلاثة يام يعني نلغيها لهذه الوزارة نشيلها هكذا يتحدثون إذن هذا رمز من رموزهم القوية أقوى رموزهم في العملية السياسية يتصرف هكذا صاحب الشلع قلع سياساته بهذا الطريق عفو نعم يعني سياساته أو رويته بهذا الطريق طيب كيف الآخرين فبالتالي أنت تقرأ هذه التغريدات وتجد أن هذا الرجل قبل أيام يقول أنه هذه قباعات الزرق جاءت لحماية المتظاهرين وإذا بها ميليشية تقتل المتظاهرين هنا التناقض يعني وترتكب مجازر ورتكبت مجزرة في النجف بعدها بـ 24 ساعة يقرر حل هذه نعم حل هذه التشكيلات من ميليشياته نعم أنت تسعل نفسك طيب إذا كان هو من البداية يعرف هذه الميليشيات ويعرف تصرفاته لماذا زج بها بالساحة ما هو الغرض من الزج بها بالساحة لماذا كانت تعتدي على المواطنين بهذه الطريقة لماذا الآن يلغي وجودها وانت تجد بين هذا وهذا أن الرأي العام العراقي والرأي العام الدولي والإقليمي والإعلام كله قد فضح مقتد الصدر صورته قد انفضحت نعم يحاولون بكل الطرق مدارات هذه المشكلة الكبيرة اللي وقعوا فيها ووقعوا أنفسهم بها فضحوا سقط القناع عنهم يعني هم كانوا يدعونه كان مقتدى يدعي أنه هو رمز من الرموز الوطنية نعم وكان يلعب هذه اللعبة المزدوجة هو مع الشعب ومع العملية السياسية نعم عندما يعني يجد العملية السياسية وقد حصرت في زاوية معينة يركب الموجة وإذا به يمثل الشعب ليعطي فسحة للعملية السياسية ويزيل عنها الضغوط نعم وهكذا وعندما يريد من العملية السياسية شيئا كان يركب موجة التظاهرات لكي يضغط على شركاء بالعملية السياسية ويحقق أغراضا معينة تؤدي إلى زيادة مكاسبة واتساع مساحتة هكذا هذه اللعبة الآن بعد ثورة التشرين ما عادت هذه اللعبة مقبولة لعبها حتى خلال الشهور الماضية كان يدعي أنه مع المتظاهرين مع قبولهم حتى تغريداته في قضية الدوام يعني كان تطلع يعني ماكو وطن ماكو دوام هو يغرد بها وصالح العراقي هذا الذي يمثله يغرد بها وإذا به ينقلب الدوام الآن أساسي ويجب أن تعودوا إلى الدوام والتغريدة الأخيرة قال أنه هذه اللي نتحدث عنها قال أنه حليت هذه القبعات الزروق وآن لأنتظر نتائج التحقيق في قضية النجف صحيح وأنت تجد تناقضا هو اعتراف ضمني أنهم المسؤولين عن ما حدث بالنجف بعد أن أنكروها كلهم بعد أن أنكر وصلتهم بيها وصل الحال بحاكم الزامي اللي يقول أنتم تريد تتكدون اذهبوا إلى مدير الاستخبارات أو مدير الشرطة واسألوه ما مدير الاستخبارات ومدير الشرطة والمحافظ هم جزء من العملية السياسية وجزء منكم ماذا سيقولون ما هي التحقيقات التي جرت كل التحقيقات التي جرت من عام 2003 لحد الآن بكل الجرائم التي جرت في العراق هل كانت بنتيجة هل أنصفت المظلوم هل أنصفت الضحية أم كانت إلى جانب الجلات ما هذه الحقيقة هاذا خرجت التحقيقات أما هي في غالب يعني 99-10 لم نشاهد نتيجة التحقيقات هو ينتظر التحقيقات عن ماذا تنتظر التحقيقات وأنت بنفسك غردت هو غرد مقتد الصدر يعني بعد أن سيطروا على ساحة الصدرين الآن اللي صارت ساحة التحرير أو ساحة الأحرار سموها أهل النجف بعد أن سيطروا عليه جماعته وهذه القبعات الزرق قال يعني الآن عادت الساحة وطردنا العابثين وطردنا المخربين وطردنا وكان فرح وهم يهزجون ويدبكون بالساحة أليس هذا ما حصل طيب الآن تتبرون مما حصل وأنتوا ما فعلتوه هذه القضية ما عادت بعالس مقبولة الآن نحن في زمن التليفون يسجل الكاميرات في كل مكان الصورة واضحة نحن مو بسنة يعني بالتسحينات حتى نحن الآن سنة ألفين وعشرين أنت أمام حالة ممكن توثقها وهذه الصورة تنتقل إلى أقصى الدنيا في لحظات صحيح أجزاء من الثانية فبالتالي هناك صور وصور وثائق وأفلام وفيديوهات وهناك شهود والناس ما عادت تخاف الناس لم تعد تستحي من هذه القضية الآن لا تستحي من الحق الآن الآلم الآن تصرح الناس خرجوا من عجل حقوقهم وضحوا كل الشباب وضحوا كل هذا يقدموا كل هذه التضحيات الآن يخافون من مقتدى أن يقولون هو اللي قتلنا ويوم أنس حتى بعد تصريحه أسحبوا القبعات الزرق حلهم انتهت وعودوا إلى الساحات لا تمثلون أحد نفس الميليشيات ظلت بالساحات واعتدت على الناس البرحة وتعرضت واحدة من بناتنا إلى العراقيات إلى ضرب بالسكين وبسكاكي واثنين من قيادات تيار الصدري كانوا موجودين وهم يشرفون على هذه العملية طيب من المسؤولة هذه القضية مدبرة مرتبة هذه جزء من مخطط ما يجري لإجاز التظاهرات للقضاء على التظاهرات هذا الوعد الذي وعد به مقتدى الصدر ما زال نافذة هذه اللعبة الجديدة الآن حلين القبعات الزرق حتى لا حد يلوم لأنه وصلت الحالة بيعرف أنه كل هؤلاء المجرمين وهو من ضمنهم سيقابلون المحاكم الدولية سيقدموني المحاكم الدولية ويسيعتبرون مجرمي حرب كلهم وهذا الأمر يعني هذه التغريدة إلغاءها أو حلها هذا لا يعني لا ينهي القضية المحاكم الآن والقضايا والوثائق تقدم إلى إلى الدنيا كلها الآن القضية ليست هكذا وعندما ننصحه نقول له تراجع عن هذا الوضع تراجع عن وعدك بإنهاء التظاهرات هذه التظاهرات لن تنتهي هذا الشعب خرج ولن يعود إلا بتحصيل حقوقه وحقوقه في أن يزيلكم أنتم عن ماذا تراهنون هذه الإصلاحات اللعبة هذه حققنا حققنا كل كل اللي يمال به الشعب واحد من المتحدثين باسمه يقول هم ليش يتظاهرون يعني النقاط اللي رادوها حققناها جبنا لهم قانون من الانتخابات أي قانون الانتخابات قانون الانتخابات يعيد تدوير النفايات نفسها مرة أخرى ومكامل وممكن تنقلبون عليها في أي لحظة جبنا لهم مفوضية بالقرعة أي قرعة كل القضاءات اللي خليتهم بالمفوضية هم تابعين الأحزاب وطلعوهم وطلعوا أسماهم وطلعوا انتماءاتهم فبالتالي أنتم نفس العملية أنتم متشبثين بهذه العملية السياسية فبالتالي وسقطت حكومة وإذا سقطت حكومة وجبنا هذا واحد قال لكم قال لكم جبنا واحد من العملية السياسية جبته واحد من العملية السياسية مرت أنه هو نائب بالبرلمان ومرت أنه هو وزير وهو من تمي لحزب الدعوة واشتغل مع آياد علاه واشتغل مع الكل وهو جزء منكم وجزء من اتفاقاتكم وجزء من اتفاقات هذه العامري ومقتد الصدر لتنصيبه هذه الحقيقة فبالتالي تحققوا شيئا هي مو هذه القضية يعني ذولا مو خرجوا حتى تسولهم قانون انتخاب ويشيلون شاس معادل عبد المهدي وانتهت القضية وقدموا كل هاي التضحيات هؤلاء خرجوا وقالوا الشعار واضح نريد وطن يزيلون كل هذه العملية السياسية كل هذا الفساد والخراب انتوا 17 سنة لم تقدموا فاسدا واحدا للمحاكمة لم تقدموا قاتلا واحدا صار خمسة شهر الآن قدمتوا هذا القناص منه اللي ضرب على المواطنين منه اللي قتل اكثر من انتوا تحدثون عن 600 واحد وهم اكثر من 31 ألف بين شهيد وجريح قدمتوا واحد للمحاكم قلتوا هذا المسؤول عن قتل هؤلاء ما كلهم مسؤولين تجيبون ريس الركان الجيش يتحدث الآن القوى الامنية التي تحكو الآن التي تحافظ على المواطنين وتحافظ على التظاهرات ريس الركان الجيش يتحدث بلغة غريبة عجيبة يقول نحن مع السلطة ونحمي العملية السياسية اذا انت تسيس القضية تسيس الجيش والقوى الامنية لحماية السلطة واحزاب العملية السياسية انت ليست جيش الوطن وليست قوى الامنية للوطن مثل ما كنتم تدعون انكم ستشكلون جيشا للوطن للدولة وليس للحكومة الآن هذا ليس للحكومة يا ريتلو للحكومة هذا الآن للحكومة ولحزاب الحكومة دي ميليشيات فبالتالي لا يحق لي رئيس الركان الجيش الذي الشعب يصرف على جيشه يصرف على قوى الامنية لماذا؟ من يصرف عليه؟ يصرف عليه عادل عبد المهدي لو نوري المالكي لو مقتدى الصدر هذه من أموال الشعب الذي يصرف عليه الشعب وهو موظف عند الشعب حتى يحمي الشعب ويحمي الوطن هذه وظيفته الآن تقول أنت أنا من أجل النظام السياسي وأحمل عملية سياسية تحمي العملية سياسية إذن شلون يأمن الشباب شلون تأمن الثورة هذه الشباب المتظاهر يأمنون على أنفسهم في أن أنت تحميهم أنت ما تحميهم الأربع أشهر اللي مضت الخمس أشهر كانت القوى الأمنية هي العدو الأساسي لواجه التظاهرات وهي من قتل وهي من اعتقل وبمساعدة الميليشيات في وجهان لعملة واحدة ميليشيات اليوم قاموا بفتح جسر السنك وماذا بعد لماذا فتحتوا هذا الجسر لكي يضيقوا الخناق على المتظاهرين يحصرون في منطقة ساعة التحرير من يخرج سيتعرض للقانون أي قانون هذا يعني بالقانون بالدستور ما لكم فصلتوا تضييق منطقة التظاهر وحصق على ساحة التحرير نعم ما هالقوانين والدستور حقا قطع الطرق الحجة نعم ليش هو بالدستور ما لكم قلتوا أنه قطع الطرق والتظاهر بغير ساحة التحرير بالدستور ما لكم ممنوع هذه كذبة كبيرة أنت قلتوا حق المواطن أن يتظاهر وأن يعلن رأية وأن يقدم رأية وإحنا ديمقراطيين إذن المواطن والثوار سيعودون ويغلقون الجسر مرة أخرى هذه لن تنتهي هذه القضية لن تنتهي يعني الآن هذه اللعبة لتضييق عليهم لن تنتهي هذه محاولة الشعب خرج ولا يمكن أن يعود وهذه الدماء اللي قدمت هذه الثمنة عالي هذه كلفة عالية للحرية هذه فاتورة الحرية كلفتها عالية جدا جدا لا يمكن أن قوى الأمنية أن تساوم عليها والعملية السياسية ويعتقدون أنه انتهت حصرنا الناس ويظاهرون والبعض يقول حددوا أيام يعني تعالوا هالجمعة والجمعة اللخة احنا مفارغين لا تجون تظاهرات تعالوا بالجمعة الوراها وهكذا اللعبة مكشوفة هذه ولن تستمر الحقيقة نعم لنشرك أيضا معنا من بغداد الناشط في تظاهرات ثورة تشرين مخلد إبراهيم مرحبا بك سيد مخلد معنا حياتي حياك الله كيف تبدو تظاهرات ثورة تشرين في بغداد والمحافظات الأخرى في ظل هذه الظروف الجوية الباردة وتجديد القفضة الأمنية عليكم أول شيء أنا مخلد من سيمة أبطار السعوبة مرابط داخل ساحة التحرين من يوم 25 والحد الآن اللجنة المنظمة لثورة تشرين دعت إلى تظاهرة نسوية خدا الخميس ردا على يعني انتقاص زعماء الأحزاب من دور المرأة العراقية في هذه الثورة ثورة تشرين ما حجم الاستجابة لهذه التظاهرة في عموم المحافظات وفي بغداد خصوصا غدا الخميس أي انتقاص دور المرأة أو غير دور المرأة مرفوض قاشر إن شاء الله مظاهرة نسوية نستاعة 12 شاء الله داخل التحريق في النفق التحريق مراح نسمح لأي شخص في أد من دور المرأة داخل المجتمع العراق لأن دور المرأة فعال جدا دور المجتمع مراح نقبل ونرفض أي شخص نتجم على دور المرأة طيب الآن القبعات الزرق ما تسمى القبعات الزرق باتت رأس الحرب في قمع التظاهرات واتخاذ مختلف يعني الوسائل في سبيل أخماد هذا الغضب الشعبي الذي يزداد بعد تكليف محمد علوه برأسة الحكومة ما أثر هذا الذي يحدث تفضل ما الدور القبعات أو غير القبعات أو الحكومة أو أي شخص مهما حاول مهما سوى ما راح يقدر يقنعنا حين كثورة هذه الثورة أول ثورة بتاريخ العراق الحقيقية اللي قدرت تغير رئيس وزراء تقليل حكومة وما راح أحد يقدر لهم ولا نعم طيب يعني هل كشفت هذه الاعتداءات من هذه الميليشيات وغيرها بحسب رأيك هل كشفت زيف زعماء الأحزاب الذين حاولوا في البداية التقرب أو التزلف من المتظاهرين ما هو هذه الثورة الحقيقية تبين لك أنه الكل بودك الكل وصفة الأقناع عنهم من سياسيين الرجال البيئين اللي هواي عالم سانوا مساندين لنا لكن بعدين من سحظة أو تخازل أو طلع وجههم الحقيقي فهذه الثورة الوحية الحقيقية اللي كشفت لنا إنه من ويانا ومن ضدنا والدليل أنه آليا ما حد ويانا عاد الشعب العراقي الشعب العراقي أو اللي ساندونه اللي دعمونه اللي يخدموننا دعم الهدس الشعب العراقي هو الوحيد المساند للثورة أما مختلف السياسيين مختلف الرجال الدين فزلونه وإنشاء الله لنا مواقف قادمة وياه طيب مخلد الآن القوات الحكومية قطعت جسر السنك أو فتحته بالأحرى للمرة والسيارات يعني وحصرت التظاهر في ساحة التحرير ماذا ستفعلون هل ستكتفون بساحة التحرير أم ستعودون لقطع جسر السنك وتعتصمون فيه مجددا هذا 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 الأمر جدا مؤلم علم لأن نسرة السنك كان اخطن عليها دم وقع عليها الشهداء جرح وعلي عالم تأذف السبب وحاليا ينفتح السبب أنه الأعداد قليلة السبب البرد فعلنا إن شاء الله إن شاء الله اليوم بالليل أو باتر وورا المظاهرات النسوية ستكون لدينا كلمة في فتح السنك وإن شاء الله نقدر ونرجع نصد مرة للأخ يعني مستحيل هذا السعب كله يروح يجح مرح نسمح هاي ثورتنا ثورتنا شبابية مرح نسمح أي شخص يخرب أو يفادر نعم سأعود إليك أيضا مرة أخرى سيد مخلد إبراهيم نعود دكتور رافع الصدر كما ذكرتم كان قد دعا من قبل أصحاب قبعات الزوق التابعين له إلى الخروج من الساحات ويعني تمهيد الطريق أمام قوات الأمن الحكومية ولكن هل فعلا خرجت هذه الجماعات أو الميليشيات وأصلا لماذا جاء بهم من قبل والآن يدعوهم إلى الخروج لا بد لم يخرجوا فقط نزعوا القبعات وهذه اللعبة يعني معيبة يعني أنت تتعامل مع أطفال أو تتعامل مع كيان العملية السياسية كلها أرعبتكم أن الآن تتعاملوا إياهم بهذه الطريقة نزعوا القبعات وكونوا داخل الساحات نفس القضية وسيطروا على الوضعية يريد أن نركب الموجة بكل طريقة من البداية كان يدعي أنه قائد الثورة قبل انطلاق الثورة في تشرين هو تبرأ منها قال هذا ما لا تمثل عندما حصلت والغالبية من جماعته من أنصاره من الفقراء من الناس اللي ما لهم خبزة في هذا الكلام ما له وهذه الألعاب وهذه يعني هذه التقلبات لهم لهم مصلحة مع ثورة العراق لهم مصلحة مع حقوق العراقيين لأنهم متضررين هؤلاء كانوا في الساحة معهم وقدموا تضحيات لكن ليس تحت عنوال لا الصدر ولا غير الصدر ولا أبدا عراقيين خرجوا تحت الرأي العراقية أراد أن يركب الموجة حاول أن يركب الموجة تحدث باسمهم رفضوا فبالتالي قال نحمي نحمي التظاهرات وكان يضغط على القوى القوى السياسية بطريقة وباخرى العملية السياسية لكي يقول للآخرين أنا يعني من أستطيع أن أدير الدفة وتحكم بالتظاهرات وكان ثوار يعرفون هذه القضية وكان بياناتهم واضحة وكان تصرفاتهم واضحة بيرفض هذا الموضوع إحنا شباب خرجنا ما حققنا إحنا اللي قودنا وصلت بهم إلى أن يقولوا الذي يقودنا شهيد لا يقودنا أحد ولم يخرجوا قيادات وضغطوا عليهم اخرجونا قياداتكم كانت غاية من عندها إخراجت قياداتهم إما الضغط عليهم إما لقتلهم أو اعتقالهم أو النيل منهم أو شراءهم هم يعتقدون هكذا لم تحصل إلا يرجع مقتد الصدر قبل يومين أو ثلاثة يطالبهم هذه بالـ 18 نقطة خلونا ناطق رسمي باسمكم ولماذا أنت تريد ناطق هم وكلهم ناطقين أنت لماذا تريد ناطق باسمهم لكي تشتريه أو تقتله أو تخوفه أو ترعبه وليكي تقول الناتق الرسمي يقول بهذا بهذا الكلام هاي الكلام غير وهم من البداية قالوا لا نضع ناطق رسميا ولا نبين قياداتنا لأن فيها خطورة عليهم وفيها إمكانية حتى بعدم التشكيك لكن إمكانية لشراء بعضهم إمكانية لتخويف بعضهم ربما هذا بشر يتعرض لضبوطات معينة هذه الحقيقة وبالتالي هذه الثورة واعية هذا الشباب واعي رؤيته رؤية دقيقة وفكرة فكر فكر واسع وسابقهم بكثير هذه العملية السياسية ومقتد الصدر وجماعت ذول بفكرهم هذا تكشفت كل وجوه نعم فبالتالي أنت تريد أن تلعب عليهم لا تستطيع هذه اللعبة مل الناس من عندها ويعرفونها نعم والآن انكشفت أنت وانكشفت أقنعتك تريد أن تنزح هذا القناع وتخرج من العملية السياسية هذه العملية السياسية رفضها الشعب انتهت وكل مخرجاتها فساد وخراب ودمار وهي اللي ضيعت العراق هي اللي جابت الطائفية هي اللي جابت الخراب جابت الإرهاب جابت الكره بين الناس مزقت المجتمع دخلت المخدر أنت يعني وصي على الناس ووصي على إخلاقهم إذا كنت وصياً على الناس وعلى إخلاقهم ما تحاسب الدولة على المخدرات على الحبوب الحبوب الهلوسة وغيرها اللي تدخل من إيران حاسبهم على البضائع الفاسدة اللي تدخل الأدوية الفاسدة اللي تاجرون بها حتى جماعتك الأدوية الفاسدة الخراب الدماء اللي سقطت هذه الدماء اللي سفكت حاسبهم عليها أنت تحاسب الناس البنية يجب أن ما تنشي ما عرف منه يغربهم ستشاتشين خايف على الفضيلة والأخلاق أنت عن ماذا تتحدث شعب خرج وقدم كل هذه التضحيات الدماء أنتوا مأمدكم نعم خمسة أشهر لم تطالب هذه الحكومة ولم تقف وقفه ولم تخرج تظاهرة مليونية من أجل أن تجبر الحكومة على بيان من قتل هؤلاء الشباب ما هذه دماء برقبتك وانت قتلت الناس في النجف وغيرها والناس اعترفت عليك الآن أسأل تحقيق وماذا أنت سأل تحقيق ليش سأل تحقيق ما الدولة يفترض سأل تحقيق والدولة لو أجهزة الأمنية هذه حقيقية وهي أجهزة ويعني مو أجهزة السلطة ولا أحزابها وهي أجهزة الشعب وتحافظ على الشعب وتريد مصلحة الشعب ومصلحة التظاهرات والحرية للعراق إلا كان ألقت القبض على كل أصحاب القبضات الزرق ذوله وكل ذول المندسين هي تلقي قبض عليهم موساعدهم هي تشيلهم ما هو اللي حصل بالنجف واللي حصل بالسنك واللي حصل من من اللي قام به ما هي قوات الأمنية هذا القناص منيا هذا من القوى الأمنية طرف ثالث طرف رابع طرف سابع هذه الكذبة انتهت لا توجد لا طرف ثالث ولا طرف رابع ولا طرفين الشعب وهذه السلطة وأحزابها وقواها وميليشياتها ضدهم هذه الحقيقة الواضحة الآن والشعب يعرفها سدون السنك يرجعون تفتحون السنك يرجعون يسدون تفتحون الأحرار يرجعون يسدون لأن الشعب واعي انتهت لن تقطعون الطرق للمدارس أنتوا خايفين على الدراسة الدراسة سبعين طالب ومئة وعشرين طالب في صف واحد المدرسة ما بيها معلمين حتى ما بيها أنت تريد الدراسة ياي مستوى الآن تمطر الدنيا الطالب يخوض بالمياه حتى يوصل للمدرسة المدرسة حتى حتى كهرباء ما بيها رحلات ما بيها يجلس عليها وانت تريد يدرس الوطن حتى ينتعيش وترجع الدراسة ورجع العلم وترجع الصحة ترجع ادخل المستشفيات لماذا تقول تظاهرات مليونية حتى يصل للمستشفيات يبنوا المستشفيات لصحة الناس وذول العراقيين يموتون بالأمراض الكبيرة والأمراض الصغيرة يموتون في هذه المستشفيات تروح سوي تظاهرات سوي تظاهرات ضد الفساد هذا الحقيقي اللي موجود وجزء من عنده جماعتك الآن أنت على التظاهرات هذه الضيق عليهم وتريد تفرض عليهم اخلاقياتك وتريد تفرض عليهم شروطك وتخلي لهم ميثاقك هذا الميثاقي يلزمك إليك ويلزم جماعتك أنت لا تمثل شيئا يعني من أنت ومن هؤلاء القبعات الزرق ومن هؤلاء جماعتك ما يمثلون تيار سياسي نعم لكم رأيكم ابدوا رأيكم والناس تقتنع به ما تقتنع به كيف أما أن تفرض على الآخرين هذه والدولة ساكتة والدولة اللي تقول أنا دولة وأني حكومة وعندي دستور وعلم وساكتة هذه قضية يعني مبكية مضحكة ما أدري طيب نعود أيضا إلى سيد مخلد إبراهيم ناشط في تظاهرات تشرين معنا عبر الهاتف من بغداد سيد مخلد كيف يعني تبدو أنه فئة الطلاب الجامعين في مقدمة المتظاهرين وكما تعلم كشفت شعارات هؤلاء الطلاب عن وعي سياسي وتشخيص حقيقي لمعضلة العراق المتمثلة في كامل منظومة سياسية الحاكمة إلى أي مدى ترى أن هذه التظاهرات الطلابية يعني قادرة على الحفاظ على حياة الثورة وصناعة التغيير في نهاية المطاف التظاهرات الطلابية دستبت زخم كل شي قوي دستوي حافظ ودعم للثورة بس المشكلة للطلاب مدى يباطون حتى لو راد يصير أمر فرا يصير أمر بالليل احنا الأحداث بالليل بسبب برودة تشعر في العيام حتى في بغداد نزل ثلث بالليل الوضعية كل شي خطرة يعني احنا ربنا نحسبهم في أعداد كل شي خيلة ممكن يطبوننا على أي ساعة فأتمنى أنه الثوام كل يلغم وطلاب يداوم ويوم ما يداوم يعني الطلاب يجون ورابطون نهاويان داخل ساعة للتعريف لأن بالليل الوضع مرعب بسبب دخولات الميليشيات بسبب التحديدات بسبب الأوضاع احنا أوكي هما الطلاب على أي مراسي دورهم جدا فعال وعيهم ستا قوي بس احنا دنحش على مرابطة على ساعة على ساعة داخل ساعة للتعريف أتمنى أن هذا الأمر يتفعل أتمنى أن هذا الأمر يصدر لا تظهر نعم هذه الدعوة يا أخي لكل العراقيين أن يرابطونوا إياكم أنتم تمثلون ثورة شعب ثورة كل العراقيين فعلى العراقيين كلهم أن يرابطونوا إياكم وليس طلبة كل شعب العراقي الأمهات والآباء والأخوة وكل كل عراقي شريف يريد لبلده أن تنتهي هذه المحنة الكبيرة هذه الكارثة عليها أن يرابط معكم هذه المبيوعين من الكل مبيوعين من قياسين مبيوعين من رجالين مبيوعين نعم نعم لكن هؤلاء لن يشكلوا شيئا مهما كان عددهم إشقيد خمس ملايين عشر ملايين شعب العراقي أربعين مليون ثلاثين مليون لكم الشعب كله يجب أن يقف معكم هذه دعوة لكل العراقيين أن يرابطوا معكم ما يتركوكم محدكم لأنه لا أحد يبكي عليكم بعدين ويقولون إحنا يعني خفنا عليهم تخاف علي اطلعوا ويا لأنه هو طالع هو مرابط تريد تريد ما ينظر أوقف ويا هذه الحقيقة كيف تحمي التظاهرة كيف تحمي أبنائك كيف تحمي ذول شبابنا الحلوين اطلعوا وياهم رابطوا وياهم لا تركوهم أحدهم تركهم أحدهم للضباع هذه وهذه الميليشيات هو هذا حقيقة تركين وحد ناس إحنا حاليا إذا تطلع برا ساعة التحرير لأنا ما طالع حين وكم تعيش بس حاليا إذا تطلع أو تشوف حياة جدا قبيعية الموضوعات الفضاء عوائلة تطلع شباب تطلع إحنا اللي إحنا اللي داخل دولة ساعة التحرير من تطلع برا راح تلقي الأمور كل شي قبيعية لكل باع ما الأوضاع هنا الحرب النفسية وتشوف برا أن الحياة مرة جدا قبيعية باقوا باقوا أي شيء تباموا الشعب ما باعكم إن شاء الله والشعب وياكم ويجيكم بموجاته وهذه حالة موقتة إن شاء الله وجايكم الشعب كل موجاته لا يعني لا تيأسوا من هذه القضية والشعب اللي يوقفوا ياكم من أول لحظة راح يوقفوا ياكم الحقيقة ما لكم علاقة بالقلة اللي يروحون مولاة وتركين القضية ذول من البداية بايعيها ما لهم علاقة بكم الشعب هم ذول الفقراء والناس اللي هم مصلحة بكم واللي يعتبرون ثورتكم ثورتهم واللي دعموكم واللي قدموا الشهداء ويعتبروكم أولادهم ذول يوقفون وياكم وهي هذه الدعوة لهم لا تركوهم أحدهم هم يعتقدون أنتم كافين لا أنتم مو كافين يجب أن يوقفون وياكم أن يرابطون وياكم في كل وقت والطلاب وغير الطلاب أن يقفوا معكم لأنه هذه فترة عصيبة وفترة دقيقة يجب أن يقفوا معكم وهذه دعوة للجميع لأمهات الشهداء شيلوا صور شهدائكم أبنائكم وطلعوا ياهم الآباء شيلوا صور شهدائكم اللي أبنائكم اللي انقتلوا اللي استشهدوا وطلعوا إياهم شيلوا الأعلام العراقية وطلعوا إياهم أنتم سلميين وأنتوا هذا بلدكم وهذا خيركم وهذه حياتكم وذولا لا يسألون شيئا ذولا يستغلوكم وستغلوكم وصبع طعام سنة وسرقوا أموالكم وسرقوا حياتكم وسرقوا حتى أحلامكم لا دراسة ولا تطبيب ولا علم ولا خدمات ولا أي شيء يريدون أن يقضوا على هذه الثورة وهذه الثورة لن يستطيع القضاء عليها والله يحفظكم أيضا مخلد إبراهيم يعني في جراء تصعيد جديد من المتظاهرين بعد أن عادت القوات الحكومية افتتاح جسر السنك في بغداد عاد المتظاهرون من جهتهم وأغلقوا الطرق المؤدية إلى منطقة السنك وساحة تحرير بالإطارات المشتعلة وأكدوا رفضهم محاولات التفاف الحكومة على مطار الثورة السلمية نتابع هذا المقتطف ونعود قبل دقاء قوات الأمنية فتحت جسر السنك وشارع الرشيد المتظاهرين رجعوا قلقوا طريق في تحول جسر السنك الفتح بلدنا جاءتهم حول نحن نجلس دينام أي سيامر تعمل يعني الرشيد مين الغلق؟ الغلق ايه ايه الغلق 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 ليش غلق تشارع الرشيد؟ الفتحول جسر السنك نحن نجلس فتحول جسر جسر يعني هم رجعتوا صدعون يعني تصاعدوا بخطوات هم والتظاهرات؟ نعم طمع وعدنا جماعة مرحجون سلطر آه يعني صدر جسر سببوا حيضا الجسر أعود إليك مرة أخرى مخلط إبراهيم لا أعلم إذا كانت هذه المعلومة لديك عاد المتظاهرون من جديد وقطعوا جسر السنك وكافة الجسور والطرق التي فتحت الحكومة ليؤكدوا بإصرارهم أن هذه الثورة باقية وبإمكان المتظاهرين في أي جزء أن يتظاهروا ويعتصموا بسلمية كيف تعلق على هذه التطورات الأخيرة سيد مخلط إبراهيم حاليا أعداد السوافة كل الشبيرة داخل ساعة التحرير ترفع العالم العراش فقط وأتوقع ستتجه عنها حاليا في مقابل نصب التحرير الأعداد تمام وراح إن شاء الله نتوجه إلى الخلانية أو إلى جسر السنك ما أعرف الرد التصعيد الرح يصير اليوم أو باتر في انتظار المسترطة اللابية وإن شاء الله أنه كلمة في فجأة جسر السنك وإن شاء الله رجل على السنك نعم طيب دكتور رفع كيف تعلق على هذه التطورات الأخيرة عاد المتظاهرون وقطعوا جسر السنك حتى لو لم يقطعوه سيد نصير سيعودون ويقطعوه هذه القضية لن تنتهي هذه القضية هذا الكرفر لن ينتهي إلا من تصار الثورة هذا الشباب اللي معاند جدا جدا وعنيد في طلب الحق هذا قدم شهداء وقدم تضحيات كبيرة لا يمكن أن يضحي بها لا يمكن أن يقبل تحدث معك في البداية قال هذا المكان آلمنا جدا لأنه على اسفلته هذا الجسر سألت دماء لزملائنا وإخوتنا سألت دماءهم ما زالت بقع الدم لا يمكن أن نسمح به هذا واحد من أيقونات هذه الثورة هذا واحد من صور هذه الثورة غدا سيحتفلون ذول الثوار وهذه الأماكن ستصير يعني قبلة لكل العراقيين لأنه فيها الثوار اللي يضحها وسيتحدثون عنهم بالتاريخ وبالأيام وتحدث عنهم الشعب كله أنه محققوا للعراقيين هذه الثورة المباركة الكبيرة بسلميتهم بتضحياتهم فلا يمكن أن يقبلوا حصرهم لا يمكن هذه خمس أشهر ممرة المحاولات لم تنتهي هذه ليست المحاولة الأولى هذه أكثر من عشر محاولات عشرين محاولة مئة محاولة لفتح جزر السنك والعودة إلى وبالتالي يعني هم فقط وهذا الكلام ربما موجه لكل هذه القوة التي تدعي أنها قوة أمنية تابعة للعراق هذا اللي أمامك أخوك ابن عمك وأخوك وجيرانك وابن وطنك لا تضربة لا تقتله لا توجه رصاصك إلى هذه الحكومات زائلة وهذه السلطات زائلة وهذا ابن وطنك هو الباقي ووطنك باقي وهذا شعبك وأهلك ذولة وذولة مطلعة وذولة محرامية ذولة ما سرقوا ما في سدو ما سرقوا شيء ذولة ولد وطنك ذولة أخوتك وأولادك وأبناء عمك وجيرانك وأبناء تروبتك وعاشوا إياك المرة والحلوة فلا يمكن أن تقتل واحد من عدهم لا توجه رصاصك إلىهم إذا أنت عراقي وأصيل لا توجه رصاصك إلىهم لأنه فقط المو عراقي يقتلهم العراقي ما يقتل العراقيين ذول الشباب العلوين ذولة ذكر أنه وراهم أم وأب وراهم حياة وهذا الشاب طلع حتى حتى يحقق حياة حتى يحقق الحاضر والمستقبل إلى وكل جيلة وكل الأجيال الأخرى فحافظ عليهم سيتقدمون لجسر السنك لتضربهم لتمديدك عليهم أكو رب العالمين يحاسبك والشعب رح يحاسبك قبلها والحياة يعني الحياة ما شيء هذا دينا بالحياة وستزال كل هذه القذارات وستنتهي وستحاسب أنت وحاسبك ضميرك وحاسبك رب العالمين عليه ذول أهلك وشعبك وناسك قف معهم حتى لو عندك أوامر لا تضرب عليهم لا توجه رصاصك لهم ذول عراقيين ذول تعبوا عليهم الناس تعب عليهم العراق هذا رحموا العراق جابهم حتى يبنون هذا البلد حتى يوقفونه ويا ليس حتى تقتلهم أنت بالشوارع يقتلوهم لحد الآن ألف شهيد وثلاثين ألف بين جريح لا يمكن معوقين هذه يعني برقبة من برقبة هذه الحكومات وهذه الأحزاب والميليشيات هذه لن تنفعك وراتبك تأخذ تأخذ في ظل أي حكومة تأخذ وفي ظل حكومة وطنية أنت تأخذ بشرف وإباء وأنت صاين عرضك وصاين ناسك ومحافظة على أهلك ومقتلت واحد من أهلك وتأخذ وأنت ملوث بالدم منقع بالدم أهلك هذا يفكر بيها حقيقة هذه الرسالة يجب أن تتذكروها دائما إذا أنت عراقي لا تقتل العراقيين لا تتعاملوا إياهم ساعدهم ذولا يريدون يبنو لك بلدك يريدون يخلصوك من هذا الضيم وهذه الكارثة الكبيرة نعم كلمة أخيرة سيد مخلد إبراهيم يعني الاعتداءات مستمرة آخر اعتداء بالسكاكين على خيام المعتصمين أمس وهناك اغتيالات وأعمال خطف مستمرة على الناشطين والمتظاهرين كيف تواجهون هذه الاعتداءات من الميليشيات تجاهكم وأنتم ماضون في هذه الثورة مخلد هل أنت معنا إذن على مهم نشكر مخلد إبراهيم الناشط في التظاهرات ثورة تشرين أيضا دكتور هناك تصريح لما يسمى كوتراني موثل حزب الله في العراق يعني حقيقة هو وبخ الميليشيات والسلطات الأمنية الحاكمة في العراق لعدم قمعها هذه التظاهرات بالقوة لم يخرج عن توجيهات خامنئي في تشرين الأول نفس التوجيهات التي وجهها خامنئي وكأن العراق ضيعة تابعة لهم وليهت في إيران بره بره هذا خائن خائن لإيران وبالتالي هم لا يقبلون أبيئي في العراق الحقيقة خامنئي أيضا قال على القوة المخلصة للعراق أن تكافح هؤلاء هذول الشغب فهذا كوتراني لإيراني عن ماذا يتحدث لا يمودم العراقي العراق مصلحة بالنسبة لهم العراق ساحة لصراعاتهم للنهب للسرقة لمشروعهم لمشروعهم التوسعي أما أهل العراق لا يساون عندهم شيئا ولا وزن لهم هذه هذه الحقيقة يعني هذا الشعب العراقي لو كان له وزنا في ضمائرهم ولو كانوا مسلمين فعلا هل يفعلون به ما فعلوا هل تركوا هذه قطعان الغيلان هذه الميليشيات تقتل وتذبح وصلنا إلى حالات نحن في سنوات ننساها ماذا التاريخ موجود 300 جثة بالشوارع من يقتلهم 300 جثة يوميا بالشوارع خيرة العراقيين قتلوا هذا بعثي ذاك هذا ما أعرف شنو هذا هذا سني وذاك شيعي وهذا كردي وهذا عربي ومزقوا المجتمع بهذه الطريقة والناس يقتلوا ذب بالشوارع والأرامل خمس ملايين أرمل واليتامة بالشوارع لدينا مليون طفل مشرد بالشارع هذي من المسؤول عنهم تريليون دولار صدقوها لا خدمات لا مستشفى لا جامعة لم يبنوا مستشفى واحدة لم يبنوا جامعة واحدة مدارس محتاجيها ويتحدثون عن الدوام طرق انتهت كل البنى التحتية انتهت الآن لو تريد الآن لو قامت حكومة وطنية عليها سنوات عقود لكي تعيد العراق على ما كان عليه تعيد البنى التحتية هذه اللي انتهت وجبتوا الصراق والحرامية ومشاريع وهمية ألا تستحون ألا يكفي قتلتوا الناس وعذبتوهم ودمرتم ودن وهجرتوهم خمس ملايين عراقي خارج العراق في أي زمن كان خمس ملايين عراقي خارج العراق الآن العراقين حتى بالأسكيمو إذا تروح تلقي عراقي لماذا؟ يعني إذا كان البلد ديمقراطي وحر ومزدهر مثل ما يتحدث عادل عبد المهدي وغيره ومقتد الصدر وغيره لماذا الناس تهاجر؟ لماذا؟ شباب الحلوين ذول الخريجين إذا بنفسه بهذه البلام الخشب والبلاستيكية بالبحار ويروحون هذا البحر الأبيض المتوسط أكلم للعراقيين آلاف وراحة وضاعة وبأوروبا وغير أوروبا لماذا؟ ما تستحون وهذول الناس اللي الآن البارحة يطلعون الخيم خيم النازحين البارحة بسطة ثلوج هذه شون نذنبهم ذوله؟ قالوا من عجل داعش ما انتهت العمليات من الفين وارباطعش ذوله بالمخيمات نحن بالالفين وعشرين نعم وقلتوا انتهينا ليش مدرجعتهم لبيوتهم؟ لا يعودون ذوله بجلوا في الصخر وغيرهم وفرقتوا العالم ومزقتوهم وهذا سني وهذا شيعي وهذا كردي وهذا عربي وطلعت هذه الثورة خارج عن كل هذه السياقات عابرة للطائفية كل اللي لأطياء بها كل سني والشيعي والكردي والعربي والكل يقولاني عراقي تسأل أنت شون يقول لك أنا عراقي ما يحكي بهذه الطائفية ما يريدوها يجب أن تعودوا الطائفية لأن في الطائفية حياتهم وبقاءهم واستمرارهم في في كراسي الحكوم عيب كافي يكفي 17 سنة من القتل والذبح والانتهازية والكذب والظلم للناس 17 سنة من أحقر سنوات اللي عاشها العراق شوفوا قارنوها بأي فترة كانت قارنوها هم يقارنوها قارنوها بالمنجزات بأي فترة وشوفوا شوفوا وصل العراق وشقد قدم العراق وشقد الدماء اللي سالت به وإلى متى هذا ديلاب الدم يظل يفتر وينزف من العراقيين هذا النهر الثالث نهر الدم العراق إضافة إلى دجلة والفرات ما كافي كافي والسلاح في كل مكان ويحشون نحصر السلاح بيد الدولة أي دولة اللي تحصلون بيد السلاح والميليشيات هي المتحكمة والآن مقتد الصدر ينتظر نتائج تحقيق نتائج تحقيق يقتل وينتظر المصريين يقولون يعني يقتل القتيل ويمشي بجناسته بالضبط نفس القضية والقوى الأمنية والميليشيات تقتل وتدعي غير ذلك ومقتد الصدر وغيره والخزعة اللي هو يسمي يسميهم الميليشيات الوقحة اللي قال من وراء أخوك 1500 طيب شلو أنت تتحالف ويا شلو أنت حالفت ويا وماذا كاتل 1500 أنت باعترافك أنت قلت شلو أنت حالفت شلو أنت حالفت شلو أنت قليت يدك بيده وإنت عراقي وتقول لأني عراقي وأنا من أجل العراقيين القضية ما عادت يعني مقبولة وما عادت ينسكت عنها كافي وهذا الشباب شنو ذنبه لماذا تعاملون شبابكم لماذا تعاملون وطنكم بهذه الطريقة القبيحة لو صير ميليشية لو صير معرف منه لو أنت مالك مستقبل روقد على الرصيف أنت مهندس طبيب غالبيتهم فقرة وأولاد سفارات أولاد مدريمين جوكر ما الكلام هذا المعيب أنتوا تابعين لإيران وغير إيران ومزقتوا العراق وصويتوا مطية للآخرين يكفي يكفي 17 سنة من الفشل من الخراب من الدمار من التجربة الكارثية هذه الشعب يريد يخلص من هذه القضية لا طائفية ولا مصيبة ولا سنة ولا شيعة ولا كرد ولا يريد شيء اسمه للعراق والعراقيين لهذا ولا الشباب يعيشون براحتهم بحياتهم يدرسون دراسة طيبة وتخرجون يلقون وظائفهم يلقون معاملهم ومصانعهم وتجارتهم وصنعها في العراق والناس تحترمهم بره أنتوا ما خليتوا تحترام للعراقي ما خليتوا احترام لأي شيء والآن تتحدثون عن النزاهة والدولة والأخلاق وفصل النساء يعني وين أنتوا وين العالم أنتوا سويت وبحر من دماء غرقتوا العراقيين به الآن تتحدثون عن التفاصيل أنت حريص على الدم حريص على الأخلاق وما حريص على الدم قضية غريبة عجيبة ولا يمكن قبول وعليهم أن يراجعوا نفسهم لأن هذا العراق لن يستطيعوا عليه ولن يقدروا على هذه الثورة والثورة ماضية بطريق وأنصحهم للمرة الأخيرة أما أن تهربوا أو سلموا نفسكم للمحاكم بالتالي هذه الثورة ستنجح واستقودكم إلى المحاكم وبعدها ما تقولون؟ هذه الحقيقة وهذا العراق وهذا التاريخي أخذ دقيقتين دكتور كيف تعلق على أيضاً من ضمن تغريدات مقتدى الصدر ذكر أن هناك يعني ضغوطاً حزبية وطائفية هكذا سماها لتشكيل الحكومة المقبلة يعني ما رأيك بهذا التصريح؟ يعني هو في أول تغريدة قال الشعب اختاره أنا أذكر في أول وبارك للشعب أن اختاريت وطلعوا الشعب تظاهرات قالوا نحن ما اختارينا من اختارت؟ وكذبة كبيرة وبالتالي هو الاختارة هو وهذا العامر ما هي علاقة الشعب التي تتحمل الشعب؟ هذه صراعاتكم السياسية وضغوطاتكم وكاسبكم والدفع باتجاه إزاحة فلان وإزاحة التيار فلاني والجهة الفلانية لكي تأخذ مساحتك وتأخذ مساحتك وتفرض شروطك على الآخرين هذه لعبتكم السياسية وهذه ليس جديدة من 2005 من شكلت الحكومات لحد الآن أنتم تلعبوا نفس اللعبة هذه لعبتكم الشعب مل منعتها ويكفي هذه اللعبة ما لا علاقة بها الشعب الشعب الآن يكتف ضد علاوي هذا اللي اللي عينته رئيس وزراء ما يريده أنت الآن والله إذا اختارت غير وإذا اختار غير الجسمة اختار مستقلي رح يقدر يشتغل البناء التحتية كل ما يديره كل الجو كل البيئة هي ميليشياوية وتابعة للبرة وتابعة لتوجيهات الميليشيات ولا يستطيع أن يفعل شيئا هو لوطني حقيقي لا يقبل بهذه القضية لا يقبل بهذا التكليف لا أحد يقبل هو فرحان به وشاهد الكتاب ما للتكليف فرحان أنه انطوه شيئا ما ستقدر تفعله ويوعد الناس وعود ليس لما الواحد باقي سنة ويسوي انتخابات ما العشر سنوات سيعيد المعرف منه ويسوي مدري إيش ويقدم وين ويقدمه وما ستقدمه اللي قتلوا الناس من القوى الأمنية والميليشتر ستقدر تقدمهم للقضاء الفازدين هم من 2003 لحد الآن هذه القيادات السياسية لانتخبتك ستقدر تقدمهم للقضاء ما هذه كذبة عيب عيب تكذبون على العالم إذا هو جاي بنا الرئيس وزراء كذاب من البداية والشعب يعرفه كذاب شون توثق به وشون رح يبني لك البلد لذلك الثورة رافضتك فالآن انت صراعك انت وياهم هذا الصراع لا يعني يعني كل تغريدات مقتدى الصدر بالنهاية لا تعني الشعب وعليه أن يعيد التفكير في نفسه وفي تصرفه وفي الإطار الذي يريده وين إطاره تريده تريد الشعب تبرمهم كلها يورجعوا ويعتذر للشعب وصيروا يالشعب لا تخلي نزع القبعة وخشوا يهم وستشينتك بجيبك واظبح واصلخ ويجب أن نسيطر عليهم ويجب أن تبقى العملية السياسية ويجب أن يبقى العراق راكعا وذليلا لإيران هذه ما مقبولة الآن خلاص شكرا جزيلا لك في خدمة ذلك دكتور رفع الفراحي الكاتب والباحث السياسي وشكرا لكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة